وقبل ذلك وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى العاصمة أبوظبي اليوم في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لدى وصوله والوفد المرافق لمطار الرئاسة في أبوظبي كما كان في الاستقبال كل من سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد الانهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل انهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين